قل لي وصلت مسيحة أقل لك إيه قل لي وارنيش سفنجة تلمعه هذه للطغات أقل لك إيه قل لي بوري مال شذب وتلفيق قصص أقل لك إيه دهك يعني لما كان الحكم قبل ما يجي حكمكم كان الشيعي يعاني يعني مطارد وخايف على نفسه ومهجر واندبح منه مئات الآلاف بالله عليكم أكوتي شي لا يا با وينكو يتشهج أصلا أكثر واحد يحب شعبه وخصوصا أهل الجنوب ويحافظ على طقوسهم وشعارهم هو الرفيق المناظر صدام حسين واللي كان يموت من القهرة إذا سمع بأحد من حمايته متجاوز على مواطن بيهم أو مسمع أحشايا موحلوة كان جنوب العراق ووسطه هو الأرض التي انطوت بحزن رهيب على ضحايا من أبناء الوطن الشمالي لكن في أرض الشمال أيضا قبور من هذا الوسط أو ذاك الجنوب يتعاملون مع العظام بحرص شديد فوراء كل منها قصة ودموع لم تجف لسنوات وهناك هيكل عظمي عليه عباءة نسائية وهيكل طفل يقبض على خرزة زجاجية صغيرة من نوع التي احتاد أطفال العائلات العراقية البسيطة اللاعب بها صدامتناهم على كراس يكون شو يعدموه على كراس على شخص 3000 دينار بذاك الوقت وشيف عن قبر مرعب ضم 15 ألف رفات وهذه المقبرة العدد الموثق بها والمضبوط هو 11165 شخص هنا أنا حاليا 360 مقبرة جماعية موزعة في محافظات الجنوب تضم رفات الألاف الشهداء تتوزع هذه المقابرة على الخارطة العراقية على الشكل التالي كردستان العراق أي سليمانية وأربيل وادهوك وجدت فيها 17 مقبرة في نينوى عثر على مقبرة تضم أمهات وأطفال يحضنون ألعابهم في كاركوك وصلاح الدين عثر على 17 مقبرة في المحاويل وهي قضاء تابع لبابل عثر على أكبر مقبرة في الحلة عثر على خمس مقابر الناصرية ديقار وجد فيها خمس مقابر في السماوة وفي البصرة وحدها اكتشف 44 مقبرة اكتشف 44 مقبرة زنانها سأريد أجل هاي المرأة اللي لازم ما تبقى من رأسي بنها وأريد أواسيها بمصيبتها برأيكم شا قلها لا لا بشنو أخفف عليها مصيبتها أقولها البقية بحياتك لو أقولها الله يعوضك وهي جا يشوفه منها اللي ظلت سنين وليالي تنتظرها حتى الشي مريحتها شا قلها أقولها عايقة سمتش وقسمت كل امرأة عراقية عاشت عمرها تربي وتتعب وتسهر الليالي وتالي ولدها لو مفقودين لو أسرى لو اندفنوا تحت التراب وهم أحيا والماجدة صارت الماجدة تنتخي تريد السلاح وتريد تقاتل دفاعا عن وطنها وهو حق لها لكن يكفي أن ترفع معنويات البيت وتكون ماجدة مؤمنة تدافع عن بيتها في غياب الرجل إي تقصد هاي الماجدات من نسوانكم ونساء عشائركم هيتش مدللات وقاعدات ببيوتهم وينتظرن ولدهم يرجعون من الجامعات وزلمهن اللي يميدامون غير بأرقى الوزارات أما باقي النساء العراقيات خلصنع دورا وراء أولادهم بالمقابر لو بثلاجات الطب العدلي لو بزنازين ومحاجر سجونكم السرية